تنعم مدينة الجبال الصناعية بحياة عصرية متوازنة بيئيا مع تنامي صناعة النفط والغاز والبتروكيمويات بالمدينة من خلال منظومة عمل دقيقة لحماية البيئة وفق أحدث المعايير البيئية العالمية طبعا من سكان مدينة الجبال الصناعية من زمان والحمد لله نحن من مرتادين الشواطئ ومن مرتادين المتنزهات وبالعكس ما وجدنا أي تلوث بيئي زي ما انت شايف جمال الجو وفيه ما شاء الله يعني إقبال على الشواطئ والمتنزهات والشيء هذا ما أثر علينا حتى أطفالنا ولله الحمد يعني بشكل يومي حيننا نجيبهم هنا حيث أنشأت الهيئة الملكية محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في المدينة تستهدف قياس العناصر الموجودة في الجو للإنبعاثات الضارة موزعة بشكل دقيق ومدروس بحيث تغطي جميع المناطق السكنية والصناعية يتم من خلالها استقبال البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وإرسالها مباشرة إلى حاسب مركزي باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة الحمد لله نحن عايشين هنا في الجبال من أفضل المناطق الموجودة الحمد لله ما قاعد نشتكي من البيئة أو التلوث أو أشياء الحمد لله هاي الملكية مفرين لنا أشياء واجدة أنا من الناس أحب أني ألعب يوميا رياضة على الكرنيش وعلى البحر أو أني أسبح فالحمد لله يعني مفرين لنا كل حاجة والتشجير ما شاء الله يعني كثرة موجود هنا فما قاعد نشوف في تلوث أو في أشياء إضافة إلى زراعة مئات الآلاف من الأشجار والمسطحات الخضراء لخلق التوازن البيئي وفق استراتيجية علمية للتخطيط العمراني أسهمت في بناء خدمات عالمية المواصفات للمدينة ما جعل سكانها وزائريها يتمتعون بمناخ وظروف صحية خالية من التلوث أهلتها لتكون مدينة نموذجية في الخدمات وسبل الحياة والعمل جهود جبارة للهيئة الملكية لحماية البيئة جعلت من الجبال الصناعية مدينة نموذج للحياة العصرية سيد الشهراني الإخبارية الجبال الصناعية